السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم مرسول الطبخ اليوم ان شاء الله معنا مسمنا معمرة في الفران كتجيموا الرقاوم قرمشة خطيرة جدا جدا والطريقة السهل من السهل فما كتعدبش نهائيا وما فيها لقوة الوي لوي ولا طوي شي حاجة ليس سريعة وكتوجد في دقائق فلكنتم مهتمين خليكم معي حتى الاخر الفيديو وما تنسوا تشاركوا في القناة تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ويلا نبدأ وعلى بركة الله اول حاجة نحضره هي العجين في وضعت هنا واحد زلافة سميد ناعم اول الفينو مع معاقة صغيرة غير مملوقة الملح ونضف عليهم الماء الساخن تقريبا ضعف الكمية الفينو ونضحن الخليط جيدا في الخلاط الكعربائي فهذه المرحلة تقوم غير الوقت لن نحتاجه أننا نعجن العجينة نهائيا اولا لقوة فنصب الخليط نضيف قصرية ونضيف عليه الدقيق الكافي باش يجمع لي العجين سنحاول ان نجمعه فقط يعني ما غادي ندلكو ما تشي حاجة كتبقى طريقة اللي سهلة بالنسبة الناس اللي ما عندهمش العجانة فبلا ما يتعدبو ويبقى ويدلكو في العجينة فهذه الطريقة بسيطة وكتعاون هنا غادي نحاول انني غاين نجانس العجينة وما تبقاش تلتسق لياه في دي كما كتشوفوا يعني ما غاديش ندلكها بزاف سافي كناخد بواطة وكنت هناها بززيت كما موضح وغادي نوضع فيها العجينة ديالي باش تكلف هي بالبليك ديالها حتى افضو بها غير في المطبخ وذا بغا ندوزو باش نحضروا الحشوة خديت بصلة كبيرة اللي غادي انشلضها رقيقة أنا غادي نوضحها في دربو هذا شلضوها رقيقة ووضعتها هنا في مقلات بعد غادي ناخد أحب ديال الفلفل سواء أحمر أو لا أخضر اللي متوفر عندكم كذلك نحاول نقطعها رقيق والجزر خديت حبتين قطعتهم حتى ما أولا حكيتهم في الحكاكة رقيقة غادي ندروا لهم كمية من الزيت العادية شوية ديال اللي بزار شوية ديال تومة بودرة إلى متوفرة كذلك شوية ديال تحميرها أولا بزاف ديال تحميرها باش تدين لحوشوة اللون ديال والمالح وغادي نحاول نخلط الكل على عفية المتوسطة حتى يهبطوا إياه هذا الخضر جيدا كما كتشوفوا ما كيبقاش فيهم نهائيا الماء غادي ناخد نايا كمية من الشحمة وإلى كندي الكلوة من الأفضل خلطها أو لا طحنتها في الأشواق وغادي نخلطها مع المكونات على البارد يعني ما كنشعل البوطة العجين دياليها هو تدلق كما كتشوفو كتحصل علوه عجينة اللي مدلوكة وطرية فقط يعني بخطوات بسيطة بدون مجهود قدي نحاول نشكل كورة اللي تكون كبيرة في الحجم من بعد غادي نشكل ربعة ديال كويرات اللي يكونوا صغر منها فهد العجينة هادي كتخرج ليا جوج ديال المسمنات كبارين فغادي نحتفض غير وغادي نحتفض بالعجينة في الثلاجة فممكن تبقى ثلاثة أيام لأنها ما فيهج الخميرة ما كيوقع لها حتى شي حاجة بالعكس عاد كتزيد تطلق العجينة أو كتتولي يعني مزيانة فغادي نردها للثلاجة وغادي نخلي هاد الكويرات هادو يرتاحو وحد خمسة ديال دقايق باش اكدام يعدبون يسافي غادي ناخذ الكويرات ديالي باش نبدأ نطلقهم غا نبدأ بالكويرة الكبيرة هي الأولى غادي نطلقها غا نحاول نطلقها رقيقة جدا فأنا هنا غادي نحولها بسطح العمل لأن البلاتو ما كي يعاونش نهائيا فغا نحاول نطلقها جيدا كما تشوفوا العجينة مرتاحة ما كتتقطع ما كتتعدب ما تشي حاجة يعني سهلة جدا في التشكيل ديالها فغادي نطلقها مزيان حتي بلية سطح العمل وغادي ناخد شوية ديال غا ناخد الحشوة كاملة غادي نطلقها عليها بهات شكل هذا بعد ما دهنت طبعا بشوية ديال الزيت غا ناخد مفاقط بالزيت بدون ما نحتاج الزبدة غادي نبسط الحشوة كاملة على العجين نحاول نديرها يعني كلها متساوية بحالة تشكل مسمنة ديالنا كلها في هالحشوة من الاطراف حتى الوسط غا نحاول نبسطها زيان وغا نحاول ننجمعها على شكل مسمنة مربعة عادية دائما ندهن بالزبدة بالزيت عفوا لخلط طمعة شوية لتحميرها بشي يعطيني ذلك اللون الذهابي سوفي نحاول نرد الاطراف على بعضهم دائما ندهن بالزيت وكشكل واحد المسمنة اللي هي كبيرة نخليها جانبا وغادي نبدأ نطلق الكويرات ونبدأ نوضع فيهم هذيك المسمنة كما كتشوفوا دائما نطلق العجينة تكون رقيقة باش كتجيني مسمنة ديالي مرقة مزيان غادي نستمر رح تنكمل ربعة ديال الكويرات اللي عندي دائما كنحاول ندهن بالخالط ديال الزيت مع التحمير ممكن تزيد لي حتى الفلفلة حارة أو السودانية بالنسبة للناس اللي كي يعجبهم ماذا قضية الحار فغادي نحاول نلف دائما المسمنة ديالي على الجيهة المقلوبة بهذا الطريقة المضحة لكم في الفيديو بعد ما كملت الكويرات كاملين غادي خليها ترتاح جانبا باش هكذا تعطيني العجينة غليظة فضروري أن نرققها فحولتها لهذا اللاطة هذي كبيرة شوية باش كده نرققها مزيان مزيان وخصوصا لأطراف باش كما كتجيني غليظة وكيجيني التوريق فيها مزيان بنسبة الطيب ديالها فاكتشعلوا الفران سخنوه مزيان مزيان ومن بعد نقصو عليها العافية مزيان ونجعلوها طيبة غير من الأسفل ومن بعد نهبطوها باش كتتتحمر وكتاخد لنا ذك اللون الذهبي من الأعلى فتقريبا خذت لي حتى لنص ساعة ديال الطياب فهنا ندهل لها الوجه ديالها بالزيت نبخلطها دائما مع تحميرها بشكل كتجيني اللون ديالها زوين ما تحتاج ودهنها لب بيض تحمير غير بوحدتها سوف ندخل لها بالفر ونشوف الشكل النهائي ديالها بعد وشكل ديالها بعد ما طابت وتحمير تجي مقرمشة ومقرملة يا سلام صراحة كتشهي و اللذها قهارة غا يكمل مرصو دياله يعود يزيد لأن فعلا بنين بزب بزب وسهلا ما فيهاش نهائيا كترت المراحل فهنا نقصها بالمقص كما كتشفو فكي سهل اللي عندكم المقص تعمله او لجرارة ديال بيزا غادي نوريكم كيفاش كتجي مرقة من الداخل كيجي هذوك طبقات باينين ومقرملين فاشي حاجة صراحة اللي كتستحق التجربة والاهم انها سهلة وكتوجد في دقائق كتمن الوصفة ديال اليومات تلاقوا في فيديو قادم ان شاء الله خليتكم على خير مسلام عليكم ما تنساوش تدخلوا الفيديوهات المقترحة للمزيد من الإفادة وخليوا لي تعليقاتكم أسفل فيديو فأنا كانت جاوغ عليهم كاملين وخليتكم على خير وخليتكم على خير انشاءالك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة